اشتركوا في القناة مطلوبة بسعر تنافسي جدا وعلى ما اظن ليست اسعار تنافسية بل ستكون من ارخص السيارات اللي غلي تدخل الى الجزائر ان شاء الله مثلا جبناكم اليوم سيارة جاك جي اسطروا سنة 2023 صنفت جي اسطروا ضمن فئة السيارات الكروس اوفر من الخارج تأتي بتصميم رياضي مع جونوت معدنية ومصابيح مضادة للضباط مع مرايا جانبية الكترونية قابلة للطي وزودت هذه المركبة بجميع مواصفات الراحة والامان على غرار مكيف هوائي اوتوماتيكي ونظام الثبات الالكتروني في الملعرجات او اس بي وسبعة انظمة للفرامل وستة وسائد هوائية مع شاشة وسطية كبيرة ماقاس 10.25 بوصة تعمل باللمس تدعم نظام الاندرويد اوتو الابل كار بلاي مع كاميرا 360 درجة ومزودة ايضا بنظام تدفئة لكرسي السائق مع فتحة سقف كهربائية سيارة جاك جي اسطروا تأتي بمحرك 4 سيلاند ساعته 1.6 لتر يعمل بالبنزين يولد قوة 118 حيصان مع الدفع امامي للعجلات متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من نوع سي في تي من 6 سرعات اما متوسط استهلاك الواقود هو 6.5 لتر لكل مئات كيلومتر اهو دركة وصلنا للنقطة الحاسمة وهي السعر سعر سيارة جاك جي اسطروا سنة 2023 الاعلى فئة في الدول العربية تتراوح ما بين 160 الى 170 مليون سنتيم مع احتساب كامل الرسوم للمصداقية اللي بغي تأكد من السعر ستجدون المصدر في صندوق الوصف سلام